بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على ملاذ الورى في الموقف العظيم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لسان يفقه قولي إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستأنف اليوم جالسنا في سرد كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله لأبي سعد عبد الملك النسابوري رحمه الله تعالى الخركوشي المجاوري ببيت الله الحرام بمكة المكرمة المتوفى عام ستين وأربعمائة للهجرة رحمه الله تعالى وأسكله فسيح جناته وقد كنا قطعنا أشواطا في هذا الكتاب المبارك أنهينا المجلد الأول والثاني ونحن الآن في نصف الثالث وقد تطرق لأمور من أواخر ما تطرق إليه كان هذا المجلس الماضي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإن من يحب شخصا يحب سماع حديثه ويحب التعرف على تفاصيل أخباره وتفاصيل حياته ومعرفة مكتنهات شخصه الكريم أفعالا وصفة وأخلاقا ومواقف وأوامر ونواهي وكذلك فإن من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله نحب التعرف على كل ما هو مرتبط به عليه أفضل الصلاة والسلام وكيف لا إذا كان الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعبادة الله سبحانه وتعالى مرتبطة ارتباطا عضويا كليا بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهذا الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى آله هو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن العمى إلى البصيرة ومن النار إلى الجنة بإذن الله تعالى فمن الطبيعي أن نحبه عليه أفضل الصلاة وأكرم التسليم ونحب كل ما هو مرتبط به عليه أفضل الصلاة والتسليم ونستأنف الآن بإذنه تعالى في باب ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وسلم تسليما كثيرا وهو الحديث سبعة وستون وتسعمائة روينا بأسانيدنا المتصلة إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو عمر محمد بن أحمد بن حمدان الحيرية رحمه الله أخبرنا عمران بن موسى حدثنا محمد بن عبيد بن عساب حدثنا حمد بن زيد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له ومعه غلام أسود يقال له أنجشة فقال صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير يعني النساء قال أما مواليه فزيد بن حارثة وكان لخديجة رضي الله عنها اشتراه لها حكيم بن حزام بسوق عكاض بأربعمائة درهم فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتهبه له وذلك بعد أن تزوجها ففعلت فأعتقه وزوجه أم عيمان فولدت له أسابة وكان زيد بن حارثة بن شراحيل بالكلب يعني بالقبيلة كلب أدركه سبيل فجاء أبوه وعبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ولد لا سبي منا فخذ منا ثمنا فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت لأخذ له ثمنا ولكن خيراه فإذا اختاركم فشأنكم به فقالوا لقد أكرمت فاجتهد به فلم يتبعه به واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قبل مبعاثه فتبناه صلى الله عليه وسلم فكان يدعى زيد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تعالى أدعوهم لآبائهم الآية فقالوا زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره صلى الله عليه وسلم على الجيش يوم مؤتة فاستشهد وذلك في سنة ثمان وهو ابن خمس وخمسين سنة أسامة بن زيد بن حالث وأمه بركة أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاطمة بنت قيس وكان له ابناني يروى عنهما محمد والحسن ابن أسامة وأيمن بن عبيد أمه أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاضنة وكان لأيمن ابن يقال له جبير أبو رافع واسمه أسلم كان للعباس فهو أباه للنبي صلى الله عليه وسلم فلما أسلم العباس وبشر أبو رافع النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه فأعتقه صلى الله عليه وسلم وزوجه سلما مولاته فولدت له عبيد الله بن أبي رافع فلم يزل كاتبا لعلي بن أبي طالب خلافته كلها سفينة واسمه رباح ويقال مهران أبو عبد الرحمن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لأنه كان في سفر فكان كل من أعيى ألقى عليه بعض متاعه ترسا كان أو سيفا حتى حمل من ذلك شيئا كثيرا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سفينة وكان أسود من مولدي الأعراب اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه ثوبان يكن أبو عبد الله من حمير أصابه سبي فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه ولم يزل معه حتى قبض ثم تحول إلى الشام فنزل حمصه له بهدار وصدقه ومات سنة أربعين وستين في خلافة معاوية يسار كان عبد النوبي أصابه في غزوة بني عبيد بن ثعلبة فأعتقه وهو الذي قتله العرانيون الذين أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينه حتى بات أصبر الله لعب الركين واطلقوا بالصراحي وأدخل البديلة بيتا شقران واسمه صالح قيل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراه من عبد الرحمن بن عوف فأعتقه وقال بعضهم بل ورثه عن أبيه عجيب أبو كبشة واسبو سليمان من موللي أرض دوس ابتاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتوفي في أول يوم استخلف فيه عمر بن قطاب رضي الله عن أبو ضمير كان مما فأ الله على رسوله فأعتقه وكاتب له كتابا هو في يد ولده بالإصائبه وبأهل بيته ومن ولده حسين بن عبد الله بن ضمير توفد على المهدي ومعه الكتاب فوضعوا المهدي على عينيه ووصلوا بثلاثمائة دينار مدعم كان عبدا لرفاعة ابن يزيد الجذامي وهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل إن الشملة التي غلها يوم خيبر تحترق عليه نارا أصابه سهم في ودي القرى فمات نعم أبو مويهبة من مولده مزينة اشتراه فأعتقه وهو الذي انطلق به إلى البقيع وقال إني أمرت أن أستغفر لهم أنيسة كان من مولده السراء اشتراه فأعتقه ومنهم فضالة نزل الشام ومات بها وردان وأبو بكر سباهما من الطائف فأعتقهما ومنهم طهمان وأبو أيمن وأبو هند وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم زوجوا أبا هند وتزوجوا إليه بتاعه صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الحليبية وأعتقه وأنجشه وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشه رفقا بالقوارير وكان يحدو بالجمال قلت تكرر ذكر أنجشه لأنه اتدأ به المؤلف رحمه الله وصالح وأبو سلم وأبو عسيب وعبيد وأفلح رويفع بسبيه وازن صار للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه أبو لقيطر كان دوبيا وكان يأكل الذبابة عاش إلى أيام عمر أبو رافع الأصغر كان غلاما لسعيد بن العاص فأعتقه يسار الأكبر كان عمدا لآل عبد بن عميد للثقافي تزوج من تبيب وولد له تسعون ولدا من ذكر وأنثى الله أكبر كركرة كان نوبيا أهداه هوذا ابن علي الحنفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه رباح كان نوبيا اشتراه من وفد عبد القيس فأعتقه أنثة كان يتولى الحجامة فأعتقه بالمدينة وكان شهد مدرى وكان حبشيا فصيحا أبو لبابة كان لبعض عماته فأوابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجيل بن حبيب البولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلاد الطائف أبو البشري له عقب ومنهم وفاق وكان من أهل الطائف وأما خدمه صلى الله عليه وسلم من الأحرام فأرس بن مالك وهند وأسماء ابنتا خارجة الأسلاميتان رضي الله عنهم وأجمعين ونلاحظ كثرة النبيين في موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وربما ذلك من أسباب تعلق أهل النوبة ومحبته من خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا باب في ذكر مواليات رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سهل البشر بن أحمد بن محمود ابن أشرس الإسفرايني التميمي رحمه الله حدث لحمدان بن عمر بن موسى الموسلي حدث لغسان بن الربيع حدث لحمد عن شعيب بن الحمد حاب حاب وعبد العزيز لسهيب بن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقى صفية وجعل عتقال صداقاء ورويع العبد الله بن المريدة بن الحصيب عن أبيه قال أهدى أمير القبط وهو المقوقس صاحب الإسكدرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاليتين أختين وبغلة فكان صلى الله عليه وسلم يركب البغلة بالمدينة واتخذ إحدى الجاليتين وهي مالية القبطية لنفسه فوردت له إبراهيم وباتت بعده بخمس سنينة في خلافة عمر سنة ستة عشرة ووهبا أخرى لحسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان وأم أيمان حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت سوداء وورثها عن أمه وكان اسمها بركة فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها عبيد الخزرجي عبيد للخزرجي بمكة فولدت له أيمان ثم هلك فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بزين بن حارثة فولدت له أسابة أسودة يشبهها فأسابة أيمان أخوالي العم وريحالة ابنت شمعون غنمها من بني قريضة وروضة وسلم زوجها مولاه أبا رافع خضرة ميمونة بنت سعد نعم قلت فإذا كان ذكر حفصة هنا فهناك كذلك أظن كذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والآله كان ذكرها وكانت سبيت في سبيل ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم والآله باب ذكر ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاته من الثياب والقمص والأزر والسلير والصاعي والمد يقال إنه صلى الله عليه وسلم ترك يوم مات ثوبي حبرة وإزارا عمانيا وثوبين صحاريين وقميصا صحاريا وآخر صحوليا وجبة يمانية وخميصة وكساء أبيضة وقلانس صغارا لاطئة ثلاثا أو أربعة وإزارا طوله خمسة أشبال ومرحفة مورسة وكان له صلى الله عليه وسلم سرير وقطيفة وقسعة وكان له صلى الله عليه وسلم صاع يكال بها في بيته ويخرج بها زكاة وكان يطعم بها الكفارات ويأخذ بها الزكاة من الثمار والحبوب وكان له صلى الله عليه وسلم مد وهو الذي كفر به عن أم ولده طعام عشرة مساكين مدة مدة وكان له صلى الله عليه وسلم محجر القدر الذراعي أو نحوه يمشي به وينكت به ويعلقه بين يديه على بعينه ويأخذ به الشيء ولقد استلم به الركن حين طاف على بعينه وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان محموبا يومئذ صلى الله عليه وسلم على آله لم يورث صلى الله عليه وسلم ولده وقال إنه عاشر أنبياء لا نورث ما تركناه صدقه صلى الله عليه وسلم انظروا كيف سيد الأنبياء الذي دخل عليه من المال والدنيا ما لم يدخل على قيصرة وكسرة كيف تنفي صلى الله عليه وسلم على آله وليس له إلا ما لا يكاد يكفي سوى حاجته الشخصية صلى الله عليه وسلم على آله بأبي أبي عليه أفضل الصلاة والسلام فصل في ذكر أسماء سيوفه صلى الله عليه وسلم وكذلك انظروا كيف كان العلماء يركزون على تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد أي نبيب الأنبياء أو شخص من الأشخاص أو زعيم بن الزعامة ركز أتباعه على تفاصيل حياته إلا مثل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذلك لعبن كثيرة أهمها حبه صلى الله عليه وسلم والتعلق به ثانيا هناك كثير من الأمور والأحكام الشرعية التي تبدأ على بعض هذه التفاصيل المذكورة كمده صلى الله عليه وسلم وصاعه فإنه أصطل في الأبدان وفي الصاع وكذلك وعلى حسابه يقدر الفقهاء حجم المدن وحجم الصاع وغير ذلك فأصطل في ذكر أسماء السيوفي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عمر المحمد بن جعفر بن محمد بن مطر حدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمد بن ناصحي بن نوبرد الدامغاني حدثنا محمد بن عبران الهفداني حدثنا قاسم بن الحكمي ابن كثير العراني حدثنا يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف عن محمد بن عبد الله عن حكمي عن مقسم عن ابن عباسي رضي الله عنه أقال اسم راية النبي صلى الله عليه وسلم العقاب واسم درعه ذات الفضول واسم حماله يعفور واسم سيفه ذو الفقار واسم بغلته الدل دل واسم فرسه ذو الجلاح واسم لاقته القصواء أما ذو الفقار فكان سيفر أصابه من منبه ابن الحجاج يوم بدل وهو الذي شهد به الحروب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وكان له سيفر ورثه عن أبيه وله سيفر يقال له القضيب وهو أول ما تقلد به بالسيوف وكان له العضب والبتار وبخذب والرسوب والقلعي والحتفو وقضيب يسمى الممشوق ومنطقه من أديم منشور فيها ثلاث حلق هذا الذي ولثه عن أبيه صلى الله عليه وسلم قال أخرجه ابن سعدين في الطبقات من طريق الوقدي وابن عساكل في تاريخه من طريق محمد بن عثمان كلاهما عن ابن أبي سبرت عن عبد المجين ابن سهيل زاد محمد بن عثمان في الإسنان عن عبد الرحمن ابن عوف قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في الهجرة بسيف كان لأبيه مأثورا مأثورا يعني كانت له سبعة بمعنى أنه كان سيفا نفيسا صلى الله عليه وسلم قلت وهذا من الأدلة القوية على إيمان أبوين نبي صلى الله عليه وسلم وهله فإنه كما هو معلوم لا يتوارث دينان يعني إذا كان دين الأبي مخالفا لدين الأبن أو دين الأبن مخالفا لدين الأبي فإنهما لا يتوارثان ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما فلو لم يكن مؤمنا أنه على الفطرة لما ورث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله منه سيفه ولما ورث أمت أمه أم أيمن التي كانت أمتا لسيدتنا آمنة فورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمه ثم أعتقها وهذه من الدلائل القوية على إيمان أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله قال وقضيب يسمى الممشوق ومنطقه من أديم منشور فيها ثلاث حلق والأبزيم والطرف من فضة والطرف من فضة فصل في أسماء دروعه صلى الله عليه وسلم ذات الفضول والسعدية والفضة ويقال كانت عنده صلى الله عليه وسلم ذرع داود النبي صلى الله عليه وسلم التي كان لبسها يوم قتل جاروت والله أعلم وخرج هذا الخبر هي هذه السعدية وقال إنها هي درع داود عليه السلام والله أعلم فصل في أسماء رماحه وألويته وترسه ومغفره ورايته صلى الله عليه وسلم المنثني والمحجن والعنزة أو العنزة وهي حربة دون الرمح كان صلى الله عليه وسلم يدعم عليها ويمشي بها في يده وكانت تحمل بين يديه في العيدين أمامه ويتخذها سترة يصلي إليها وكانت له صلى الله عليه وسلم راية سوداء مخبرة يقال لها العقاب فربما جعلت من مروط عائشة رضي الله عنها وكان لواءه صلى الله عليه وسلم أبيض وربما جعلت الألوية من خمر نسائه صلى الله عليه وسلم وكان له صلى الله عليه وسلم مغفر يقال له الصبوغ ولو ترس يسمى الزلق وكان له صلى الله عليه وسلم قدح يقال له الريان وقدح غيره يقال له المضبب أكثر من نصف المد وأصغر من المد فيه ثلاث ضبات من فضة وحلقة يعلق بها الاستفد كان صلى الله عليه وسلم يسقي فيه من استسقى وكان له صلى الله عليه وسلم تور من حجارة يقال له المخضب وكان كثيرا ما يتوضع منه ولقد توضع صلى الله عليه وسلم منه يوما فاحتاج الناس إلى الموضوع فأقبلوا إليه فأذن لهم أن يتوضعوا منه فتوضع منه يومئذ من ذلك المخضب بضعة وثمانون رجلا وكان له صلى الله عليه وسلم قدح من خشبين وقدح من زجاج وكان له مطهرة من فخار يتوضع فيها ويشرب صلى الله عليه وسلم وكان الأنصار يرسلون أولادهم الصغار فيدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدفعون عنه فإذا وجدوا في المطهرة ماء شربوا منه ومسحوا به وجوههم ومأجسادهم يمتغون بذلك البركة له هذا كذلك من أصول التبرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وكان له صلى الله عليه وسلم مخضب من شباه يكون فيه الحداء والكتب توضع على رأسه من الحر الذي يجده صلى الله عليه وسلم على آله فاصل في أسماء قسيه صلى الله عليه وسلم الروحاء والبيضاء والصفراء والكتوب كسرت يوم أحد الكتوب كسرت يوم أحد وروي أنه كان بيده صلى الله عليه وسلم قوس عربية فرأى رجلا بيده قوس فارسية فقال صلى الله عليه وسلم بهذه ألقها عليكم بهذه وأشبائها وكانت له صلى الله عليه وسلم الجعبة تسمى الكافور فاصل ذكر خير رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو عمر محمد بن سهل بن هلال البستين بمكة حرصة الله حدثنا أبو قتيبة سالم بن الفضل بن سهل الآدمي حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الحمير بن صالحين حدثنا حبار بن علي عن إدريس الأودي عن الحكام عن يحي بن الجزاري عن علي رضي الله عنه قال كان حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى عفيرة وبغنته دلدل وفرسه المرتجز وناقته القصوى ودرعه ذات الفضول وسيفه ذو الفقار قال الأستاذ أبو سعد رحمه الله كان فرسو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى السكبة اشتراه من فزاري وسمىه سكبة وكان تحته يوم أحد صلى الله عليه وسلم وفرسو المرتجز اشتراه صلى الله عليه وسلم من أعرابي من من يثمين ثم جحده وقال من يشهد لك فشهد له خزيمة بن ثامث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تشهد على ما لم تحضر فقال نصدقك في علم السماء ولا نصدقك على ما في الأرض فسباه صلى الله عليه وسلم بذى الشهادتين وفرسو صلى الله عليه وسلم الدرس أو الدرس وكان له صلى الله عليه وسلم فرسو يقال له لزاز أهداه إليه المقوقس وملك القبط فأعجب به صلى الله عليه وسلم وكان يركبه في أكثر غزواته وفرسو يقال له الضرب وفرسو يقال له الورد أهداه تبيب الدالي فدفعه إلى عمر بن القطاب رضي الله عنه وفرسه ملاوح كان لأبي بردة من نيار وفرس يقال له اللحيف أهداه فروة بن عمر الجذامي وكان له صلى الله عليه وسلم فرس يقال له سبحة جاءت سابقة فسبح عليها فسبيت سبحة وكان فرسه صلى الله عليه وسلم السجل وفرسه البحر اشتراه من تجار القدم من اليمني فسبق عليه ثلاث مرات فجأت صلى الله عليه وسلم على ركبته ومسح وجهه وقال ما أدى إلا بحر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس لأبي طرحة عالية ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه فقال صلى الله عليه وسلم إنه لبحر قال فعلله ما سبق بعد ذلك اليوم وأصاب صلى الله عليه وسلم فرسا جميلة في غزوة تبوك فأعجبه صهيله ووقع منه كل موقع فقال له رجل من الأنصار بأبي أنت أمي لو هبت لي هذا الفرس فقال هو لك ولكن إن استطعت أن لا تزال تنزل قريبا مني فإن صهيله قد كان يعجب لي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يبسح وجوه خيره بطرف كمه بيده وربما بسحها بطرف ردائه فصل ذكر أسماء البغان والحبيل التي أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كان يركبها قال ابن عباس رضي الله عنه لقد أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مغلته الشهباء فركبها وأردفني خلفه قال ابن عباس وأهدى إليه ملك الروم مغلة فجعلنا لها رسلاً بصوف وشعر فرشتها به ثم دعا بعباءة فثناها ثم طرحها على ظهرها ثم ركب وأردفني فصاره ليها ثم حرك رأسه فقال يا غلام لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك لم يقدروا على ذلك ولو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يضروك بغير ما كتب الله لم يقدروا على ذلك فقلت يا رسول الله فكيف لي أن أكون على ذلك فقال صلى الله عليه وسلم تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك قال ابو سعدين رحمه الله كانت البغلة التي يقال لها دلدل أهداها إليه المقوقس فكان يركبها في المدينة وكان يركبها علي رضي الله عنه وبقيت إلى زمن معاوية عجيب عاشت كثيرا هذه الفرس وكان له حمار يقال له يعفور وكانت له بغلة أخرى يقال لها فضة وهبها لأبي بكر وله بغلة يقال لها أيلية أهداها له ملك أيلة فصل ذكر ما كان له صلى الله عليه وسلم من النوك كان له صلى الله عليه وسلم من النوك القصوى ابتاعها أبو بكر رضي الله عنه وأقرمها من بني الحريش بثمانمائة درهم فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم بأربعمائة درهم وكان لا يحمله غيرها إذا أنزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم من آله وأما العطباء فكانت لا تسبق أو لا تسبق ثم جاء عربي على ناقة فسبقها فعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من قدر الله تعالى أن لا يتفع شيء إلا وضعه وكانت له صلى الله عليه وسلم الجدعاء وأما أسماء لقاحه صلى الله عليه وسلم المروة والبغوم وكانت لقاحه التي أغار عليها عينة بن حصن بالغابة تقال اللقاح واللقاح هي الناقة الحديثة الولادة نعم أما أسماء لقاحه صلى الله عليه وسلم المروة والبغوم وكانت لقاحه التي أغار عليها عينة بن حصن بالغابة عشرين لقحة وقيل كانت لقاحا سبعة فأغار عليها العرانيون وقتلوا غلامه يسارا وساقوا اللقاحة فوجه صلى الله عليه وسلم عليا في آثارهم فردهم وقطع أيديهم وأرجلهم وسمل عيونهم وصلبهم في الشمس فصل ذكر أعنزه صلى الله عليه وسلم كن سبعا ترعاهن أم أيمن وتروح بهن إليه وأسماؤها عجوة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وإطلال وإطراف وكان اسم شاته صلى الله عليه وسلم التي يشرب لبنها غيثة وكانت له صلى الله عليه وسلم مئة من الغنم وكان له صلى الله عليه وسلم ديك أبيض فصل ذكر ما كان يلبسه صلى الله عليه وسلم وما كان يعجبه من اللباس كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص وكان إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف الساق كان صلى الله عليه وسلم يلبس الشملة ويأتزر بها يلبسها فيصلي فيها بالناس وكان صلى الله عليه وسلم يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس القلانس بغير العمائم والعمائم بلا قلانس ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحرب وربما نزع قلنسوته عن رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلي إليها صلى الله عليه وسلم القلنسوع لك التربوش كهذا الذي يوضع وتلف عليه العمامة وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعمم بالعمائم الحرقالية السوادي في أسفاله وربما يعتجر اعتجارا صلى الله عليه وسلم على آله يلف العمامة على رأسه ويرد طرفها على وجهه صلى الله عليه وسلم ذو أن يرد منها شيئا تحت غقله صلى الله عليه وسلم وكانت له صلى الله عليه وسلم عمامة يعتم بها يقال لها السحاب فكان يلبسها فكساها بعد علي أبي طالب فكساها بعد علي بناء أبي طالب نعم مشكل في الشكل وضبط النص مشكل فكان ربما طلع علي رضي الله عنه عليه فيها فيقول أتاكم علي في السحاب يعني عمامته التي وهب له صلى الله عليه وسلم وروا أبو راشد الحبرالية العلي رضي الله عنه قال عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لا طرفها على منكبه وقال إن العمامة حاجس بين المشركين والمسلمين وكان صلى الله عليه وسلم يعجب الثياب الخضر وكانت له جباب جبة سندس بزيو خضراء وروا أنس أن أكيدر الدومة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس فجعل الناس يتعجبون منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعجبون من هذه فألذي نفس بيده لما ناديل سعد بن معاد في الجنة أحسن من هذه وكانت له صلى الله عليه وسلم جبة من طيالسة المكفوفة بالذيباج يلقى بها العدو وكان صلى الله عليه وسلم وعلى آله يشتري لنفسه الثياب وربما طلب يعني ربما طلب الملبوسة وربما اشتر الجديد صلى الله عليه وسلم ويكون قبيصه وجبابه وأقميته صلى الله عليه وسلم كلها مشمرة فوق الكعبين وكانت تكون قبصه صلى الله عليه وسلم مشدودة الأزر مشدودة الأزر وربما لبس صلى الله عليه وسلم الكساء الصوفة وحده فيصلي فيه وربما لبس الإزارة الواحدة ليس عليه غيره يعقد طرفيه بين كتفيه فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم ربما يعني كالهيئة الرومانية أو ما يلبسه الليبيون يعقدون طرفه ويبقى الطرف الآخر مثنيا من الجهة الأخرى وكان له صلى الله عليه وسلم كساء من صوف صيحاني يشهد فيه الصلاة وكان له صلى الله عليه وسلم كساء هلبد نعم الكساء هو هذا الإزار الكبير الذي يلتف به الرجل كان يلبسه المغاربة ولكن هو الآن مشهور في أفغانستان وباكستان فإنهم يلتحفون بهذا الكساء الذي يجمع جميع الجسد وكان صلى الله عليه وسلم وكان له صلى الله عليه وسلم كساء أسود ويلبسه ثم كساه فقالت له أم سلمة رضي الله عنه بأبي وأمي أنت ما فعل الله بذلك الكساء الأسود فقال كسوته فقالت ما رأيت شيئا قط كان أحسن من بياضك على ثواديه صلى الله عليه وسلم على آله وكان لو صلى الله عليه وسلم ثوباني لجمعته خاصة سوى ثيابه في غير الجمعة وكان صلى الله عليه وسلم يلبس يوم الجمعة برده الأحمر ويعتم ويسدل طرف الإمامة طرف الإمامة وكانت له صلى الله عليه وسلم خرقة أو مندير يمسح بها وجهه بعد الوضوء وربما لم يكن منه مندير فيمسح وجهه بطرف ردائه الذي يكون معه وأهدأ له النجاشي خفيني ساد جيني فكار صلى الله عليه وسلم يلبسه ماء وكار صلى الله عليه وسلم قد لبس خاتم الذهب فلبس الناس خواتيم الذهب فنبذ وثم لبس خاتما من فضة ففصه حبشي فجعل الفصة مما يلي الكهف وجعل خاتما بعده من حديد ملويا عليه فضة أهداه له معاذب جبل من اليمني مكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبسه في يده اليمنى ثم نقله إلى اليسرى فصل ذكر مرآته ومكحلته ومشطه وغير ذلك من أدواته صلى الله عليه وسلم وعلى آله أخبرنا أبو الفتح إبراهيم بن علي أخبرنا أبو الفتح إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن حسين بن سي بخت حدث أبو الحسين زيد بن محمد حدث أبو الرميح محمد بن الرميح الترميدي حدث صالح بن محمد حدث سليمان بن عمر عن الحارث بن زياد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرد أن يخرج دعا بالمرآة ثم لا يخرج حتى ينظر فيها قال الأستاذ أبو سعلي صاحب الكتاب أعاده الله على طاعته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة ويرجل جمته ويمتشط ويتجمل لأصحابه فضلا عن أن يتجمل لأهله وكان في حجرة عائشة رضي الله عنها ركوة فيها ماء كان صلى الله عليه وسلم ينظر فيها ويسوي فيها جمته ويقول إن الله يحب عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيأ لهم ويتجمل وكان في يده صلى الله عليه وسلم مدر يرجل بها رأسه صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يضع المشط تحت وسادته وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن المشط يذهب بالوباء وكان صلى الله عليه وسلم إذا سرح رأسه ورحيته بالمشط يأخذ لحيته في اليوم مرتين صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم لا تفارقه قارورة الدهن في أسفله والمكحالة والمرآة والمشط والمقراض والسواك ويكون معه الخيوط والإبرة والمخصف والسيور فيخيط طيابه ويكسف نعله صلى الله عليه وسلم وعلى آله انظروا إلى تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك إلى حرص الصحابة على استكناء أخباله عليه الصلاة والسلام جامع أبواب الدلائل التي يستدل بها على نبوته صلى الله عليه وسلم وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات فصل في الدلائل التي يستدل بها على نبوته صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا بعض ما انتهى إلينا من الأخبار الصحيحة والمروية في المعجزات والآيات فأما الدلائل التي يستدل بها على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي من خمسة أوجه الأول ما أتى به من الآيات التي يعجز عنها طوق البشر الثاني هو الاستدلال بالظاهر من أمره على القفي الثالث هو وجود الأخبار في الكتب المتقدمة شاهدة لتصديقه الرابع إخباره لما يكون في المؤتنف والمستقبل ثم يكون الأمر كما أخبار لا يقع في أخباره على كثرتها قلف الخانس الورهان العقري الذي يضطر العقول إلى معرفة صدقه فأما الوجه الأول وهو الآية التي أتى بها مما يعجز عنها طوق البشر فهو مثل الشكوى البائير وكلام الذئب وحنين والجلع ومشي الشجر وتفجر الماء من بين أصابعه وإخباره الشات المسمومة عن نفسها وإطعامه أصحابه وهم كثيرون من طعام يسير ومسحه ضرع الشات لابن مسعول وأم معبد حتى صار حافلة وما أشبه ذلك من الآيات التي ظهرت في حفره صلى الله عليه وسلم القندق وفي سفره ومسيله وفي عامة مغازيه وأما الوجه الثاني وهو ما يستدل بالظاهر من أمره على الخفيفة فهو ما وجد فيه من الفضائل والمعالي والمكالب والأخلاق الحسنة الشريفة التي لم تجتمع مثلها في واحد قطع ثم يكون مع ذلك كذابة ألا ترى إلى قول ابن سلام أتيت المدينة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يقول يا أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام فأعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أكتم بن صيفين وهو من حكماء العربي عاش ثلاثة مئة وستين سنة ولم يكن أحد من العربي يفضل عليه في الحكمة لما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه ابنه وكتب إليه كتابا فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابه فلما ورد عليه ابنه بالكتاب قال لابنه ما رأيته قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويهنع لآمع يدعو إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له ويأمر بخلعه الأوثاني فقال قد علم ذو الرأي والعقل أن الفضل فيما يدعو إليه فكونوا في أمره أولا ولا تكونوا آخرا واتبعوه تشرفوا وأتوه طائعين من قبل أن تأتوه كارهين فإني والله أرى أمرا ليس بالهين لا يترك مسعدا إلا صعده ولا مضربا إلا ضربه ولا ينفرن بالمقيم إن الذي يدعو إليه لو لم يكن دينا لكان في العقل حسنا وإني والله أرى أمرا لا يتعبه ذليل إلا عز إلا عز الظاهر لا يتبعه ليس لا يتعبه ولا يخالفه عزيز إلا ذل إتبعوه تزداد ما عزكم عز أما الوجه الثالث من آياته فالأخبار في الكتب المتقدمة قبل مبعثه شاهدة لتصديقه وناطقة بنوعوته ومبينة عن صفاته بما وجدت حقيقة ذلك كله فيه وتلك الأخبار ضربان أحدهما ما وجد في الكتب المنزلة من السماء مثل التوراة والإنجيل والزبوري وغيرها من كتب شعيا ودانيال الضرب الثاني ما وجد من قبل الكهان والمنامات وما روي من حديث صطيح وشق وما أشبه ذلك قلت وهذه الأخبار مر منها كثير في المجلد الأول وأما الوجه الرابع فإخباره عن الحوادث والكوائن التي تكون بعده مثل قوله تعالى لا تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين الآية ومثل قوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه الآية ومثل قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استقلب الذين من قبلهم الآية ومثل قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الآية ومثل قوله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا الآية ومثل قوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديدين تقاتلونهم أو يسلمون الآية وما أشبه ذلك من الآيات ومن هذا الضرب أيضا دعواته صلى الله عليه وسلم التي لم تخلف قط كقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لأنس بن مالك اللهم أكثر ماله وولده وكقوله للعباس بن عبد المطلب لا يفضل الله فاك وكذلك في النابعة الجعدي فكالت أسنانه تزف زفيفا على كبر سنه ومات ولم ينفض له سن ودعائه صلى الله عليه وسلم على قريش بالقحط وعلى كسراء يمزق ملكه وعلى عتوة ابن أبي لهب وأبي جهل وما أشبه ذلك والوجه الخامس البرهان العقلي وهو القرآن الذي تحدى به العرب مرة بعد أخرى وتارة بعد أولى إلى يأتوا بصورة مثله وفيهم الشعراء والخطباء والبلغاء ولن يتركم على ذلك بل توعادهم بأشد الوعيد ووبخهم أغلظ التوبيخ إن لم يأتوا بصورة مثله أن يدعوا شهداءهم من دون الله إن كانوا صادقين قال تعالى فإن لم تفعلوا شرطا ولن تفعلوا خيرا خبرا حتما فاتقوا النار التي يوقودها الناس والحجارة يعني فإن لم تفعلوا ولن تقدروا عليه وأصرتم على ما أنتم عليه من التكذيب فاتقوا النار التي يقولها الناس والحجارة وقال عز وجل أم يكونون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات الآية وقال تعالى قل لإني اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وكيف يجوز أن يكونوا مع ما أنتم من البسطة في اللسان والقدرة على البيان والفصاحة والجزالة والحمية والأنفة قد جاءهم واحد من جملة عددهم بدين يخالف دينهم فسفها عقولهم وضلل أحلامهم وسبأ آلهتهم وشتت جموعهم وجاءهم بكلام منظوم يبين بذلك الكلام على صدقه وأنه دليل على نبوته وأنهم لا يقدرون على أن يأتوا بصورة مثله فقرعهم بذلك في المواقف والرد عليهم مقالة في المواطن وهم قادرون على أن يكذبوه في انتحاله ويكفون أنفسهم أمره بمعارضته مختارين بذلك بذل النفوس والأموال والعزيزة من الأهل والأولاد على ما هو أخفه وإيسر من مقابلته على ما هو أخفه وإيسر من مقابلته بكلام يسير يلوح منه كذبه ويظهر به افتعاله وإفكه فدل ما قلنا أن نتركهم المعارضة إنما كان لظهور العجز والانقطاع والكلام في إعجاز القرآن يطول هذا الكلام هنا فيه مشابهة للكلام الذي في كتاب الشفى للقاضي عياد ويحب ذلك أن يطابق بين هذا الفصل والفصل عند القاضي عياد فالظاهر أن القاضي عياد استفاد من هذا الكتاب رحمه الله تعالى ورضي الله فصل في علام نبوته الباهرة وما في تأييد الله ونصرته له على أعدائه ورد كيدهم عنه من الدلائل الظاهرة فمن علام نبوته صلى الله عليه وسلم التي بهرت عقول قريش وتركتهم في أمرهم حيرا ليلة أسر الله به من مكة إلى مسجد الأقصى بالشام فبات معهم أول الليل ثم اخترق الشام ورجع من آخر الليل فلما أنبأهم بذلك أنكرهم من لم يعقل آيات الرسل عقلا من لم يعقل آيات الرسل عقله ونفروا منه وعرف صدقه العارفون بالله من أصحابه فأعدائه أنكروا ما أخبرهم به فامتحنوا بوسع طاقتهم ومبلغ جهدهم جهدا منهم في إطفاء نوره وإبطال دعوته فرفعوا الله إليه ومثله له نصب عينيه فأخبرهم عنه عيانا حتى أبرأ الصدور وقطع العذر من المكذبين وأيرى الله بذلك المؤمنين ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم بمجيء عيرهم وأن الجمل الذي يتقدمها عليه غرارتان وإخباره صلى الله عليه وسلم بأمر العير من أعجب العلامات التي أخبر بها فلو كان مخبرا عن غير الله لم يدرى أن يتفق أن يتقدم بائر آخر فيجيء الأمر بكلاب ما أقبر به والحق واضح لمن لم يلحد فيه ومنها أنه لما خرج في متوجهه إلى الهجرة وآوى إلى غار بقرب مكة يعتريه النزال ويأوي إليه الرعاء من مسيم أنعام قال ما يخلو من مبكر فيه ورائح إليه قال ما يخلو من مبكر فيه ورائح إليه هو لهم سنة وللغوبهم مستراح أقام ثلاثا لا يترقه بشر حتى كأن لم يكن هناك آثار صلى الله عليه وسلم آدم وخرج القوم في طلبه فعم الله عليهم أثره وهو نصب أعينهم فصدهم عنه وأخذ بأبصارهم دونه وهم دهات العرب وأهل الحنق عليه والعداوة له فبعث الله عن كبوتا فنسجت عليهم فآيسهم من الطلب فيه بعد أن قصدوا له وما كان ذلك لولا ما أراد الله من حياطته بالموضع إلى سجد عن كبوت وهو يرده كل يوم فئام من الناس وهو يرده كل يوم فئام من الناس وأعكار من النعم وهو أعمر من المسجد الحرام ولكن الله يفعل ما يريد ويروى أنه لما قصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار ليأخذوه بعث الله عز وجل حمامتين فوقفتا أمام الغار ونسجت العنكبوت في فم الغار فصرفوا عنه ومنها خبر العرب وكافريها وما يتناقلونه بالأشعار ويتفاوضونه في الديار أمر صراقة ابن مالك بن جعشم وقد تبعه متوجيا إلى المدينة طالبا لعصرته ملتمسا لغرته ليحظى به عند قريش ويبيعه بعرض من الدنيا يسير فأمهله الله حتى إذا أمكنته الفرصة في نفسه وإيقن أن قد ظفر ببغيته لأمنه بقوته لأمنه بقوته وإشرافه على الغلبة لا يمترى إذ خسف الله به الأرض فساخت قوائم فرسه حتى تغيبت بأجمعها في الأرض وهو بموضع جدد وقاع صفصف كأنه ظهر صفوان الصفوان هو الحجر كأنه ظهر صفوان فارتاب وأي موضع ارتياب انتبه ولو عقل لتنبى وعبر لو اعتبر ولكن إيثار الهوى يسلب الهدى فعلم أن الذي أصابه أمر سماوي فناد يا محمد فأجابه صلى الله عليه وسلم أخذا بفضل ورحمة بإباد الله فقال أدعو ربك يطلق لفرسي وذمة الله علي أن لا أدل عليك أحدا فدعا فوثب جواده كأنه أفلت من أنشوطة ولم يكن بموضع عثار ولا خبار بمعنى أن هذا الفرس كان على أرض صخرية ولم تكن تلك الأرض أرضا رملية حتى يكون من الطبيعي أن يغور الفرس فيها إلا ما كانت أرضا قاسية صخرية فغار الفرس فيها فتيقن سراقة أن هذا أمر معجز وليس أمرا طبيعيا أن يغور الفرس في الحجر في الصخر ولذلك علم أن ذلك إنما هو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله نعم فدعا فوثب جواده كأنه أفلت من أنشوطة ولم يكن بموضع عثار ولا خبار ولكن لله في كل شيء سلطان ومع كل شيء قدره وسأله وكان رجلا داهية وعلم بما رأى أنه سيكون له نبأ فقال أكتب لي أمانا فكتب له صلى الله عليه وسلم فانصرف وخلف حظه خلفه وخلف حظه خلفه وهداه وراء ظهره والله غالب على أمره ومنها أن أبا جهد عدوه الذي حاربه واقتر في إطفاء نوره وقلقل في الأرض التثريب عليه اشترى من رجل طارئ بمكة إبلا فبخسه أثمانها ولواه بحقه فأتى نادي قريشي مستجيرا به مراجيات لرفدهم فذكرهم حرمة البيت وواجب حق من لجأ إليه فأحالوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم استهزاءا به لقلة منعته عندهم ولكثرة أعوان عدوه عليه فأتاه مستجيرا به فمضى معه ودق الباب على أبي جهل فعرفه فخرج منخوب العقل منقسم اللب فقال أهلا بأبي القاسم قول باخع ذليل قول باخع ذليل قال وهو ذليل استغرب فقال أعطي هذا حقا قال نعم فأعطاه من فوره وكان الذي لا يصطل بناله شرارة وجرأة وعتوة فلما أتى قوم وعيروا فقال إني رأيت ما لم تروا رأيته الله على رأتي تنينا فاتحا فاه لو أبيته لالتقمني فعلموا أن قد صدق لخبرهم به وعلمهم ببغضائه فأنا يؤفك بالقوم عن قصد السبيل ومنها أن أبا جهر طلب غرته واحتال في ختله وراقب ساعات غفلته فوافقه يوما ساجدا لربه فاهتم لها منه وظن أن قد ظفر ببغيته فأخذ صخرة بوسع طاقته وقدر قوته وأقبل بها إليه حتى إذا هيأها ليطرحى عليه ألزقها الله بكفه وحال بينه وبينه وأراه ما يرونه ليعتبر من يتذكر فارعوى وأبصر فلما عرف أن لا نجات له إلا به سأله فسأل رحيما أن يدعو ربا فدعاله فسلها من يده وإله مما اجدرحت يداه ومن ذلك أن نفرا من قريشين اجتمعوا وتأمروا أن يقتلوا صلى الله عليه وسلم فبدهذا رأبوا جهل لذلك وتقلد سيفا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلاق الآية حتى فرغ من صلاته تأخر فقالوا لأبي جهل لماذا تتقدم إليه قال أما رأيت ما رأيت فقالوا وما رأيت قال والله لقد رأيت بيني وبينه أمثال الجبال صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومنها ما روي أنه لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون فيها ما يصنعون من أمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل فوقف على باب الدار فلما رأوه قالوا من الشيخ قال الشيخ من أهل نجد سمع بالذي التعتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه ورأي ونصحة قالوا ادخل فدخل معهم قد اجتمع فيها أشراف قريش من كل قبيلة من بني عبد الشمس عتبة وشيبة أبناء ربيع وأبو سفيان من حرب ومن بني نوفل ابن عبد المناف طعيمة ابن عدي وجبير ابن مطعم من الحارث ابن عامر ابن نوفل ومن بني عبد الدالي ابن قصي النضر ابن الحارث ابن كلدة ومن بني أسل ابن عبد العزة ابو البحتري ابن هشام وزمعة ابن الأسود ابن المطلب وحكيم ابن حزام ومن بني مخزوم ابو جهل ابن هشام ومن بني سهم منبه ونبيه ابن الحجاج ومن بني جماح أمية ابن خلف فقال بعضهم لبعض هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم فإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعوا من غيرنا فأجمعوا فيه رأيا قال فتشاوروا ثم قال قائل احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أشباه من الشعراء الذي كانوا قبله زهيرا النابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم فقال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلا أوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أملكم ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره فتشاوروا فقال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلدنا فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذا ولا حيث وقع قال الشيخ النجدي ليس هذا برأي أنا امترى حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به فلا نأمن من أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد دبروا فيه رأيا آخر فقال أبو جهل إني أرى أن تأخذ من كل قبيلة فتا شابا جلدا نسيبا وسيطا فينا ثم يعطى كل فتا منا سيفا صارما ثم يعمدوا إليه ويضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه فإذا فعلنا ذلك ففر قدمه في القبائل كلها فلم يقدر بن عبد مناف على حرب قومهم جميعا ورضوا بالعقل فعقلناه لهم وقال الشيخ النجدي القول ما قلت هذا الرأي الذي لا رأي غيره فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبت عليه فقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نم على فراشه وتسجى ببردي هذا فنم فيه فإنه لي يخرز إليك منهم شيء تكرهه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك ولما اجتمعوا له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على بابه فأخذ حفنة من تراب في يديه وأخذ الله على أبصالهم عنه فلا يرونه فجعل ينثر من ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات يا سير والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى واجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأكشيناهم فهم لا يبصرون فلم يبق منهم رجل إلا وضع على رأسه تراب ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب قال وأتاهم آتم ممن لم يكن معهم فقال ما تنتظرون ها هنا قالوا محمد قال خيبكم الله قال والله خرج عليكم محمد خرج عليكم محمد ثم لم يترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه تراب وانطلق لحاجته أفلا ترون ما نزل بكم قال فوضع كل الرجل منهم يده على رأسه فإذا عليه التراب ثم جعلوا ينطلقون فيرون عليا على الفراش متسجية ببرد ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون الله إن هذا لمحمد نائم عليه برد فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام علي رضي الله عن الفراش فقالوا والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا فكان مما أنزل الله تعالى من القرآن في ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكروا الله والله خير الماكرين وقولوا تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين قلت وفي هذا شرف عظيم لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ فدى نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله إذ نعم فدى فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله بنفسه ومنها مارو يعني من عباس قال دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال يا بنيه ما يبكيك قالت يا أبا وما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون بالله والعزدى وما نات لو رأوك لقاموا إليك فيقتلونك فليس فيهم أحد إلا وقد عرف نصيبهم من دمك فقال صلى الله عليه وسلم يا بنيه ايتني بوضوء فتوضأ ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فلما رأوه قالوا ها هو ذا فطأطعوا رغوسهم وسقطت رقابهم بين أيديهم فلم يرفعوا إليه أو صارهم فتناول النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب وهو في الحجر فحصبهم بها وقال شاهت الوجوه فما أصاب رجلا منهم حصات من تلك الحصى إلا قتل يوم بدر كافرا ولياذ بالله ومنها ما روي عن ابن عباس أيضا قال لما نزل التبت إلى أبي لهب الآية جاءت امرأة أبي لهب إلى أبي بكر وأبو بكر جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله إنها امرأة بذيئة وأنا أخاف أن تؤذيك فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني فقالت يا أبا بكر هجاني صاحبك فقال لها أبو بكر لا وما يقول الشعب قالت فإنك عندي مصدق وانصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله أما رأتك قال ما زال الملك يسترني منها بجناحيه ومنها ما روي عن عروة بن الزبير قال كان النظر بن الحارث مما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعرض له فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يريد حاجته نصف النهار في حر شديد فلما بلغ أسفل من ثنية الحجون وكان صلى الله عليه وسلم يبعد إذا ذهب لحاجته فرأاه النظر بن الحارث فقال لا أجل أبدا أخلى منه الساعة فأقتاله قال فدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف راجع مرعوبا إلى منزله فلقي أبا جهل فقال من أين الآن قال النظر اتبعت محمدا رجاءا أقتاله وهو وحده ليس معه أحد فإذا أساود تضرب بأنيابها على رأسه فاتحة أفواهها فهالتني فذعرت منها ووليت راجعا قال أبو جهل هذا بعض سحره أعوذ بالله سبحان الله كيف إذا طمس القلب لا يرى الآثار سبحانك يا ربي ومنها ما روي عن الحكم ابن أبي العاسي قال مررت يوما بحراء فإذا أنا بنور عظيم ورأيت شجرة لم أرى مثلها قط فدنوت نعم فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم جالسا وإلى جانبه رجل لم أرى رجلا قط أحسن وجها منه يحدثه وكنت شجاع قومي فقلت ما لي لا أريح قريشا من هذا فهممت بقتلي فإذا أنا بأسد قد استقبلني والله ما رأيت قط أشد هيبة منه فرأيته وهو يريدني فلما رأيته والليت مدبرة فسمعته يقول والذي بعث محمدا من نبوة لولا أنك والليت لتركتك لا تمشي على قدميك أبدا وقد كان يجلس ويسمع لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له لما لا تؤمن قال لا أكون أول من يدخل السبت والعارة على قومه وهذا الحكم بن العاص هو والد مروان بن الحكم الذي هو والد الملوك من بني أمية عبد الملك بن مروان وعبد العزيز بن مروان وغيرهم ومنها ما روية عن العكريمة أن قوما قالوا تعالوا فإذا لقينا محمدا فعنا به وفعنا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فجعل يذر التراب على رؤوسهم ويقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى فهم لا يبصرون وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم حنين على بغلة يقال لها دلدل فلما انهزم المسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم التزمي دلدل فوضعت بطنها على الأرض فأخذ حفنة من تراب فرمى بها في وجوه وولى المشركون منهزمين ما ضرب بسيف ما ضرب بسيف ولا طعن برمح ولا رمى بهم ظاهر ولا رمى بسهم نعم وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين ولما نزل صلى الله عليه وسلم على آله خيبر قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذنين ومنها مروي عن عروة بن الزبير قال قدم عامر بن طفيل وإربد ابن قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توافق على ما تواثق عليه من الغذر برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم قال عامر لإربد إذا قدمنا على الرجل فإني شاغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك ففعله بالسيف فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر يا محمد خال لي قال لا حتى تؤمن بالله وحده قال يا محمد خال لي قال لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له وجعل يكلمه وينظر من أربد ما كان أمره ما كان أمره به وجعل أربد لا يجيب شيئا فلما رأى عامر ما صنع أربد قال يا محمد خالني قال لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله لأم لأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا ولأربطن بكل لخلة فرسا فلما ول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر ابن الطفيل فلما خرج من عنده قال عامر لإربل وإلك يا إربل أينما كنت أوصيتك به وذكر باقي الحديث على نحو ما مضى قال فلما كان ببعض الطريق أصاب عامر ابن الطفيل طاعون الطاعون في عنقه فقتله في بيت امرأة من بني سلول وخرج إربل ومن معه من أصحابه حين رأوا عامرا قد مات بأرض بني عامر فقالت بني عامر يا إربل ما وراءك قال لا شيء والله لقد دعاني إلى عبادة شيء إلا وردت أنه الآن عندي فأرميه بمثل هذه وأشار إلى مكان قريب حتى أقتله فخرج إربل بعد ذلك بيوم أو يومين ومعه جمل له يبيعه فأرسل الله عليه صائقة فاحترق هو وجمله ولياذ بالله ومنها ماروي عن ابن عباس قال مر أبو جهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي فقال ألم أنهك يا محمد لتنتهين عن هذا أو لأفعلن بك فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظ فقال بما تهددني يا محمد ما بهذا الوادي أحد أكثر مني نادية فقال الله عز وجل فليدعو نادية سندعو الزبانية ومنها مرواه زكرياء بن عمر من أهل كوفة مولى لبني زهرة عن شيخ من قريش قال لما مضى ثلاث سنين أطلع الله تعالى رسوله على أمر صحيفتهم وأن الأراضة قد أكلت ما فيها من جور وظلم وبقي ما كان فيها من ذكر الله فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب فقال أبو طالب أحق ما تخبرني به يا ابن أخي قال نعم والله فذكر أبو طالب ذلك لإخوتي فقال له ما ظنك به قال أبو طالب والله ما كذبني ابن أخي قط قالوا فما ترى قال أرى أن تلبسوا أحسن ما تجدون من التياب ثم تخرج إلى قريش فتذكر لهم قبل أن يبلغهم الخبر قال فخرجوا حتى دخلوا المسجد فعمدوا إلى الحجر وكان لا يجلس فيه إلى صبيال القريش المذوهة فترفعت إليهم المجالس ينظرون إليهم ماذا يقولون فقال أبو طالب إننا جئنا لأمر فأجيبون فيه بالذي يعرف لكم قالوا مرحبا بكم أهلا وعندنا ما يسرك فيما طلبت قال إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط أن الله جل ذكره قد سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرض تتأكل ما كان فيها من جور وظلم وقطيعة رحم وبقي فيها كل ما ذكر به الله فإن كان ابن أخي صادقا نزعتم عن سوء رأيكم وإن كان كاذبا دفعته إليكم فقتلتموه واستحيتموه قالوا أنصفتنا فأرسلوا إلى الصحيفة وكانت موضوعة على يدي الجلات فلما أتى بالصحيفة قال قرؤوها أو فلما أتي بالصحيفة قال قرؤوها فلما فتحوها إذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكلت قد أكلت إلا ما كان من ذكر الله فسقط في أيدي القوم ثم نكسوا على رؤوسهم فقال أبو طالب هل بين لكم أنكم أولى بالظلم والقطيعة والإساءة فلم يراجعوا أحد من القوم وتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا ببني هاشم فمكثوا غير كثير ورجع أبو طالب إلى الشعب وهو يقول يا معشر قريش نحصر ونحبس وقد بان لكم الأمر ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة فقالوا اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل منا ما حرم الله منا ثم انصرفوا ومنها ما روي عن أبي أمامة قال كان رجل من بني هاشم يقال له ركانة وكان من أفتك الناس وأشدهم وكان مشركا وكان يرعى غنما له في وادي يقال له إضم فخرج نبي الله عز وجل من بيث عائشة ذات يوم فتوجه قبل ذلك الوادي فلقيه ركانة وليس مع النبي الله أحنو فقام إليه ركانة فقال يا محمد أنت الذي تشتم آلهة اللاتة والعزة وتدعو إلى إلهك العزيز الحكيم قلت هنا إشكال في هذه الرواية أنه قال خرج من بيث عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم على آله لم يبني بعائشة إلا في المدينة المنورة فهذا إما أنه من بيث خديجة أو أن هناك أمر في الرواية نعم قال فقام إليه ركانة فقال يا محمد أنت الذي تشتم آلهة اللاتة والعزة وتدعو إلى إلهك العزيز الحكيم ولولا رحم بيني وبينك ما كلمتك الكلام حتى أقتلك ولكن أدعو إلهك العزيز الحكيم من ينجيك مني اليوم وسأعرض عليك أمر هل لك أن أصارعك أو تدعو إلهك العزيز الحكيم يعينك علي وأنا أدعو اللاتة والعزة فإن أنت صرعتني فلك عشرة من غنم هذه تختارها فقال عند ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم إن شئت فأخذ ودعى نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلهه العزيز الحكيم يعينه على ركانة ودعى ركانة اللاتة والعزة أعني اليوم على محمد فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه وجلس على صدري فقال ركانة لست أنت الذي فعلت هذا إنما فعله إلهك العزيز الحكيم وخذلني اللات والعزة وما وضع جنبي أحد قبلك فقال له ركانة عد فإن أنت صرعتني فلك عشر أخرى تختارها وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ودعى كل واحد منهما إله كما فعل أول مرة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم الثاني وجلس على صدري فقال له ركانة لست أنت الذي فعلت بهذا إنما فعله إلهك العزيز الحكيم وخذل النلات والعزة وما وضع جنبي أحد قبلك فقال له ركانة عد فإذا أنت صرعت لي فلك عشرة أخرى تختارها فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ودعا كل واحد منهما إلهه فصرع نبي الله صلى الله عليه وسلم الثالثة فقال له ركانة لست أنت الذي فعلت به هذا وإنما فعله إلهك العزيز الحكيم وخذل النلات والعزة فدونك ثلاثين شاتا من غلمي فاخترها الله أكبر الله أكبر أذان المغرب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أريد ذلك ولكنني أدعوك إلى الإسلام يا ركانة وأنفس بك أن تصير إلى النار إنك إن تسلم تسلم فقال له ركانة لا إلا أن تريني آية فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم الله عليك شهيد إن أنا دعوت ربي فأريتك آية لتجيبني إلى ما دعوتك إليه قال نعم وقريب منه شجرة سمرة ذات فروع وقضبان فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أقبلي بإذن الله عز وجل فانشقت باثنين أقبلت على نصف شقها وقضبانها وفروعها حتى كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ركانة فقال ركانة أريتني عظيمة فمرها فالترجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله عليك الشهيد لئن أنا دعوت ربي أمر بها فرجعت لتجيبني إلى ما أدعوك إليه قال نعم فأمرها فرجعت بقضبانها وفروعها حتى التأمت بشقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم فقال له ركان ما بي إلا أن أكون رأيت عظيمة ولكني أكرر أن يتحدث النساء المدينة وصبيانها أني إنما جئت لرعب دخل قلبي منك ولكن قد علمت نساء أهل المدينة وصبيانها أنه لم يضع جنبي أحد قط ولم يدخل قلبي رعب ساعة قط ليلا ولا نهارا ولكن دونك فاختر غنمك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي حاجة إلى غنمك إذ أبيت أن تسلم فانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم راجعا وأقبل أبو بكر وعمر يلتمسانه في بيت عائشة فأخبرتهما أنه توجه قبل وادي أضمن هناك إضم وقد عرف أنه وادي ركانة لا يكاد يخطئه فخرج في طلبه وأشفقه يلقاه ركانة فيقتله فجعل يسعدان على كل شرف ويشرفان مخرجا له إذ نظر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم مقبل فقال يا نبي الله كيف تخرج إلى هذا الوادي وحدك وقد عرفت أنه جهة ركانة وأنه من أفتك الناس وأشدهم تكذيبا لك فضحك إليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أليسى يقول الله عز وجل والله يعصمك من الناس إنه لم يكن يصل إلي والله معي فأنشأ يحدث ما بحديثه والذي فعل به والذي أراه فعجب من ذلك فقال يا رسول الله أسرعت ركانة فلا والذي بعثك بالحق نبيا ما نعلم أنه وضع جنبه إنسان قط فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني دعوت ربي فأعانني عليه وإن ربي أعانني ببضع عشرة وقوة عشرة ومن ذلك أن شيبة بن عثمان الحجبي كمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ليقتله فجاء من خلفه فلما أراد أن يسوره وأن يعلوه بالسيف رفع له شواض من نار كاد أن يحترق فنكس على عقيبيه وتركه ومنها يوم صفر صلى الله عليه وسلم عداءه ببدر وهم ألف أو زهاء ألف وهو في عصابة تكون ثلثهم فلما حمي الوطيس والتحمة الحرب أخذ قبضة من التراب من أكفه والقوم متفرقون في نواحي عسكرهم فرمى به وجوههم فلم يبقى منهم رجل إلا امتلأت عيناه منه وإن الريحة لا تعصف يومها إلى الليل لم يكن ليصيب اثنين منهم ثم قرعهم الله بذلك في القرآن وثبت به المؤمنين فأي أحد يقدر أن يرمي قوما بينه وبينهم مئتا ذراع بتراب من أكفه فيصيبهم جميعا فهل هذه إلا قدرة الخالق تبارك وتعالى معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم ومنها أنه انكسر سيف عكاشة بن محصن يوم بدر فقال يا رسول الله انكسر سيفي فأخذ صلى الله عليه وسلم جزلا من حطب فأعطاه إياه وقال له وزه فصار سيفا وتقدم وجاهد به الكفار فكان لم يزل بعد ذلك معه والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وإلى هنا ننهي وردنا في هذا اليوم من كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأجيزكم بسائر ما قرأناه إلى الآن وإن شاء الله سوف يكون مجلسنا يوم غد بإذنه تعالى سوف نؤجله إلى يوم الاثنين بإذنه تعالى فغدا سيكون عندي التزام ولا أظن أنني سأكون في الموعد هنا فإذا حصل حاصل أو طارئ قد نعوضه يوم الأحد ولكن مبدئيا يوم الاثنين بإذنه تعالى اللهم أصلي أفضل صلاواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين